بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله حياكم الله الحضور الكرام جميعا برحب فيكم في أولى ورش المقدمة من كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع برعاية المجلس الطلابي ونادي الكلية في كلية دراسات التطبيقية وخدمة المجتمع برحب فيكم أخوكم محمد زتاوي في أولى ورش المجلس الطلابي ونادي الكلية بهذا العام اللي إن شاء الله تعالى راح يتخلل هذا العام العديد من المواضيع الشيقة والقوية والتي تهم استحطى الطالب أو الطالبة أو عموم كافة المجتمع اللي إن شاء الله تعالى نسأل الله أنه يكون لنا بصمة كبيرة من خلالها كزيادة وعي وتثقيف للفئة المجتمعية اللي موجودة في هذه الورش وبداية اسمحوا لي أرحب فيكم وأحييكم جميعا الحضور الكرام باسمي وباسم المجلس الطلابي ونادي الكلية برحب بسعادة الدكتور فتحي فرماوي المشرف على نادي الكلية برحب بسعادة الدكتورة مريم السعيد المشرف على المجلس الطلابي برحب فيكم جميعا وبوجه التحيات لكم ولأعضاء المجلس الطلابي ونادي الكلية جميعا فحياكم الله ياريت أن نتأكد على موضوع الصوت والصورة تمام الصوت والصورة تمام إن شاء الله حدا يعطينا على الشات كل شيء تمام الصوت واضح الصورة تمام أوكي تمام خليني أجاوبكم على بعض الأسئلة والاستفسارات حتى نقدر نبدأ بالورشة المخصصة اليوم طبعا في شهادات الشهادات لمن يتجاوز نسبة حضوره أكثر من 80% للورشة الشهادات ستجيكم على الإيميل اللي أنتوا استخدمتوه أثناء عملية التسجيل لهذه الورشة فكل واحد ستجل في هذه الورشة كتب إيميله راح تجي إن شاء الله تعالى الشهادة بعد الورشة بلحظات قليلة بلحظات قليلة الشهادات معتمدة نعم من كلية دراسات تطبيقية وخدمة المجتمع بالإضافة لأنه كل شهادتنا أو كل دوراتنا عليها شهادات كل ورشنا عليها شهادات مدة ورشة العمل من ساعة إلى أكثر إن شاء الله تعالى حسب الموضوع وحسب حجمه إلى آخر واليوم الدورة عامة مش خاصة في جهة معينة الدورة عامة كل من سجل من الرابط يعني يستحق أنه يحضر ويأخذ شهاده بهاي الدورة طيب اليوم حبينا نتعامل مع موضوع مهم جدا حقيقة بلزم الجميع اللي هو عبارة عن موضوع فن التعامل أو مهارة التعامل مع بغوط العمل حقيقة هذا أحد المواضيع الحساسة واللي هاي المهارة إذا تواجدت بشخص معين هذا الشخص أضمر لك يكون ناجح في حياته لأنه إحنا كلياتنا تقريبا معرضين أن نكون في ضغط تحت ضرف من الظروف سواء ضغط العمل ضغط الدراسة ضغط الحياة إلى آخره لكن الإنسان الناجح الإنسان الناجح هو الإنسان اللي بيحاول يستغل هاي الظروف كلياتها ويركلجها بآلية وميكانزم يقدر يهندل الموضوع حتى يتجاوز هذه العقبة لأنه كل ياتنا بنعرف أنه من أشهر الجمل اللي بيستخدموها بعض الناس في السيرة الثلاثية ما بعرف إذا متفقين معي ولا لا تفعلوا معي على الشات أنه بتلاقيه بيقولك أنا مهارة العمل تحت الضغط أو work under pressure إلى آخره دائما أن الناس تحكي لك هاي الجملة عساس تقنعك بنفسها إنها قادر إنها تعمل هذا الموضوع ترى يعني حقيقة مش سهل لأنه الكلام على ورق لكن النسخ ولسخ صحيح لكن في واقع الحياة لما تيجي أنت تنحط في مكان عمل ويكون عندك ضغط وما عرفت تتعامل مع الضغط فبيكون نقتصل بيه على أدائك لكن فيه تكنيكس وفيه مهارات فعليا وفيه أمور جدا إذا إحنا بكل بساطة تعاملنا معها باحترافية أنا ملكت هذه المهارة مهارة التعامل مع ضغوط العمل وطبعا لو تلاحظوا هذا الشكل اللي أمامك بيعطيك هيك بس يعني إنتيكيشن بسيط على ارتباط الوقت وضغط العمل صح ولا لا شرايكم أعمل الوقت ما هو سبب أعمل الوقت فيه سبب أكيد فهذا السبب أنه ارتباط يعني متزامن لما باجي بقول ضغط العمل معناته إيش وقت عندي معناته أنا في عندي تاسك معين مش قادر أتخطاها بالوقت المعين إذن أنا هون حطيت حالي في إيش تحت الضغط خلاص ارتبكت تلبكت مش قادر أخلص علي خلال فترة زمنية كأنك مقاول كأنك مقاول وعنده مشروع المقاولين في المشاريع لما يجي يوقع العقد بقولك فيه شرط جزائي شرط الجزائي إذا إيش إذا ما أنهيت مشروعك بفترة معينة رح يترتب عليك قرامة صح ولا لا فبتلاقي المقاول لما يجي مدة المشروع تبعته يصير مثل المجنون ما يقدر بديه يخلص بديه يخلص حسنا ما يجيش عليه اللي هو الشرط الجزائي وهون مشكلة كبيرة جدا لأنه رح يصير يستعجل وبعدها إيش بصير وبعدها بصير شو بصير أنه هداءه يقل إذا أنت هون عجلت حتى تسلم مشروعك وبغطت نفسك لكن ما انتبهت لموضوع اللي هي جودة العمل جودة العمل صحيح هاي نقطة طيب وكل آياتنا طبعا في حياتنا الشخصية الضغط متواجد معنا سواء في علاقاتك فيما وعيد تسليم أمور عندك طلبات الشغل طلبات الدكاترة الموظفين الزملاء كلها بتحسها بتصبح عندك عقبة من العقبات مش قادرة تتجاوزها لأنك سلمت نفسك لأنك ما عملت تنظيم لأنك تركت المركب يمشي من دون ما زي ما بحكوها تعمل مانج وترتيب معين لأفكارك ولا طريقة عملك ولا منهجية عملك طيب عامل الوقت يا دكتور هو الضغط الأكبر عند الغالب صح؟ اللعب وين يا ثامر؟ أنك تحاول تعمل تقسيم للوقت تبعك هذا التكنيك الصح طبعا أكيد أنك تتجدى بالضغط مستحيل هذا يعني بواقع حياتك زي ما قبل شوي في واحد قل لك ضغط الأصحاب طيب ضغط الأصحاب لأنك أنت مش عامل حدود بناتهم صح؟ صح ولا لا؟ ضغط الأصحاب ضغط الأقارب ضغط المعارف شو السبب؟ لأنك أنت تركت بدون حدود لأنك أنت ما عملتش استراتيجية ولا عملت ميكانيزم صحيحة بالتعامل سواء مع أصدقائك مع أصحابك مع عائلتك مع أفراد أسرتك مع الإداريين مع العمل مع الجامع مع 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 إذن التكنيك وين برجع؟ التكنيك برجع يا صديقي العزيز لطريقتك في التعامل مع هاي الأمور لطريقتك في التعامل مع هاي الأمور وهذا للأسف كلياتنا يعني نستخدم هاي الجملة دايما work under pressure work under pressure العمل تحت الضغط العمل تحت الضغط مش معقول يعني مش معقول أنت تكتب ولا تعي ولا تعي وزن وتقل هذه الجملة طيب واضح الصوت يا جماعة واضح الصورة لغاية الآن تبارك الله حضور جميل جداً اللي مش واضح بكون في عنده مشكلة يا جماعة الأغلبية واضح تمام آه في تعليقات جميلة جداً رح أقرأها أنا حقيقةً مستمتع فيكم جداً سوارك الله هنيجي على مهارة العمل تحت الضغط أو ضغط العمل بشكل عام هو مصطلح يطلق على القدرة التي يمتلكها الفرد للتعامل مع الضغوطات بمعنى أن يكون عندك تكنيك وميكانزم واحترافية وعليكم السلام واحترافية في التعامل مع الضغوط بشكل عام إذن أنت كيف ممكن التعامل معها هل أنت عندك خبرة هل أنت عندك تقسيم للمهام لاحظ أحياناً من بعض الاستراتيجيات المتبعة في حل مشاكل معينة واحد بيجي بيقول لك أنا عندي مشكلة كبيرة بيجي واحد بمزح معاه بقول له أوكي عندك مشكلة كبيرة قسمها لمشاكل صغيرة صح ولا لا صح مش واحد من التكنيكس المستخدمة إذا كان عندك مشكلة كبيرة أو معضلة كبيرة قسمها لمشاكل صغيرة حل المشاكل الصغيرة حبة 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 رح يطلع الناتج عندك إنك حلت المشكلة الكبيرة إذن هذا تكنيك هذا تكنيك فجأة إجاك مهمة ومش أنت مستحيل إيش تقدر تسويها طب شو الحل شو الحل ممكن أنا آجي أعمل تقسيم للوقت وتقسيم لهاي المهام إذن الطريقة اللي أنت بتواجه فيها هاي الأمور وهاي المعضلات والتكنيكة اللي بتستخدمه هو اللي بيساعدك في حل أي عقبة أو تجاوز أي عقبة تتعلق بضغط الموضوع طيب إحنا اليوم رح نتكلم عن بعض خلينا أقول لك التبس والنصائح اللي رح تخليك زي ما بيحكوها بالعادة يعني برينس بسيط جدا يعني في تعامل مع هاي الضغوط في تعامل مع هاي الضغوط وكيف تتجاوزها طيب إحنا أهمية مهارة الضغط والتحكم بالضغط هذا الشيء يعني بكل بساطة خلينا نقول إنه رح يخليك قادر على تجاوز عقبات كثيرة جدا بتلاحظ دايما وأبدا حتى الموظفين اللي بالشركات ورؤساء الأعمال بيحبوا الناس اللي بيشتغلوا زي ما بيحكوها شو ما يرمي عليه لمعلم تبع الشغل يقول له آه أوكي يقول له آه أوكي دايما يشتغل دايما ننتج له فدائما بدوروا عمين بدوروا على ناس اللي بيعرفي تعمل بالضغط اللي بدوروا على ناس اللي ما بيقول لا اللي بدوروا على ناس دايما بيستمروا بالشغل عندك مثال واحد من الموظفين ممكن بطريقة ما يصير عنده مرض مثلا وهذا الحقيب يسبب ضغط كبير بالشغل ليش أصلا متعود على هذا الشخص يشير الشغل طب إنت ليش 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 من الأساس عامل موظف واحد ومخصص موظف واحد ان يعملك هاي المشاكل طب هذا مرض طب هذا مات شو لازم يكون عندك لازم يكون عندك الحل البديل فانت هون تكنيك فاشل اذا انت ركزت كل طاقتك في واحد هذا الواحد مش دائم ولا مخلد لازم يكون في عندك اشخاص بادلين قادرين يقوموا بالمهام صح ولا لا مصبوط يا جماعة ولا لا لازم يكون عندك دائما alternative solution alternative solution حل بديل حتى ما تنضغط فيه اذا تعطل عندك موظف معين ولا لا الى اخرين وطبعا في حالة الفشل شو بده يصير عندك في حالة الفشل والمواقف الصعبة هذا بيأثر جدا على اداء الموظف وانتاجيته واذا تأثر انتاج الموظف طبعا تأثر انتاج الشركة ككل انتاج الشركة ككل طيب هذا واحد هذا مثال بسيط لانه صاحب العمل ما بيرحمه صاحب العمل ما بهمه بهمه يرمي عليك حمل يعني قدر الانكان يرمي عليك حمل قدر الانكان وانت دائما وابدا تلبي هذا الموضوع وتعمل هذا الموضوع ولكن ما حسب حساب ما حسب حساب زي ما بيحكوها على اساس انه يكون في عندك بديل او انه يمرض الى اخرين طبعا هذا الشي انت الخسنة بالموضوع في بعض الشات هون بقولك احد المشاكل ان بعض الاشخاص لا يمكنوا قول لا يتحمل المشكلة سعيتها يا صاحبه المشاكل تتأثر بتأثر الافراد كلمي كبيرة جدا لانه نجاح المشاكل قائم على مين نجاح المشاكل قائم على الافراد نفسهم حلو عندك كمان الحل البديل قد يتحول استغلال في بعض الاحيان يا صديقي رب العمل دائما وابدا بهمه انتاجية العمل وبهمه الانتاجية منك انت انت هون بشكل عام راح تأدي مآمة الموكلة للك بطريقة قانونية وبطريقة احترافية بحيث ما تخسر برضو كمان زي ما بيحكوها الولاء او اللوالتي للشغل ورضى صاحب العمل وانتقى بقى انسان واعي ومسؤول حتى تعرف الاعمال الموكلة للك هي مناسبة لك او من مهامك ولا لا مناسبة لك ولا من مهامك او لا طيب الان هدف هاي المحاضرة جماعة بس ياريت لو سمحتم ياريت لو سمحتم ان نعمل شات على مش لي كيو اي على الشات ما نعمل لي كيو اي نعمل اسئلتكم على الشات مش علي كيو اي طيب الان انا عندي بعض الامور اللي كيف انا ممكن اعزز مهاراتك في العمل تحت الضغط شلون انا اخليك انسان قادر تتعامل وعليكم السلام قادر تتعامل وتتحمل الضغط اللي ممكن تتعرض احنا بنعرف انه اذا انت بتشطل في بيئة عمل فيها شغل كتير الى اخره لازم يكون عندك هاي المهارة حتى تتجاوز عقبات كثيرة نعم هنا الشات حتى تتجاوز عقبات كثيرة جدا في العمل فلازم يكون في عندك قدرة وابلتي انك تهندل المواقف تهندل الامور اللي ممكن تصير فيك تخفف حدة التوتر في كثير من الشغلات اللي ممكن انت اذا اتبعتها يصبح عندك طاقة ايجابية كبيرة جدا وجبرة نعم يا جماعة هون الشات هون الشات مش لكيو اي مش لكيو اي سيبكم من لكيو اي جماعة خليكم انتوا هون بس بالشات طيب الآن الآن بكل بساطة مجموعة التبس اللي رح نتعلمها اليوم مجموعة التبس اللي رح نتعلمها اليوم يا جماعة مجموعة كبيرة جدا من الخطوات اللي راح تساعدنا على كسب مهارة التعامل تحت الضغط وابدى باول وحدي فيها يا جماعة هي حافظ على هدوءك شو علاقة الهدوء بالتعامل تحت الضغط مين يكتب العشات خلينا اسألك سؤال شو دخل الهدوء بالتعامل تحت الضغط خذوا وقتكم باكتبولي عشات ايش دخل الهدوء يا جماعة ايش دخل الهدوء بساعدك على التركيز الهدوء بيخليك تفكر الله 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 اجابات رائعة جدا اجابات رائعة جدا تمام 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 يا سلام مشاركات جبارة والله مشاركات جبارة ما شاء الله مشاركات جبارة جميل جميل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حلو حلو بكل بساطة بكل بساطة بكل بساطة احيانا الانفعال رائع مشاركات مشاركات جميلة جدا مشاركات جميلة جدا بكل بساطة يا جماعة انفعالك 99% راح يخليك تتصرف خطأ راح يخليك تغلط راح يخليك تفوت في متاهات انت مش قدها دائما وابدا عد قبل المليون قبل ما تتصرف موضوع الهدوء موضوع الهدوء موضوع سلاح فضيع جدا لانه اولا راح تتأنى راح تلغي الاجابات الخاطئة اللي راح تطلع منك راح تلغي القرارات الخاطئة واكبر غلط في الدنيا انك تصدر قرار على زعل انك ترد على اي شخص وانت زعلان او انت معصر لانه ثق تماما مية بالمية النتيجة سلبية فالمطلوب منك لا يكون الانفعال تنفيذ للغضب مش في العمل يا صاحبي غلط هذا الكلام مش في العمل هلا بجيك على هذا الموضوع حافظ على هدوءك لانه الهدوء بشكل عام راح تخليك انسان متزن والاتزان بيخليك تعرف ترد والاتزان بيخليك تعرف تروج ويخليك تعرف تتصرف بشكل صحيح جدا وثق تماما لما تجي تصدر قرار سواء انت كان رد على مهمة او وظيفة او رد على عمل اعطاك يا المعلم وانت هادي ثق تماما انه هيكون قرارك مية بالمية صحيح وانت هادي ثق تماما مية بالمية انه هيكون قرارك صحيح عشان هيك اهدى عد للمليون قبل ما انك تتصرف باي شي جمع حالك وبعدين فيه تكنيك حلوة جدا مثل انك تاخد نفس عميق عد للعشرة قبل ما تتكلم فكر بشيء مضحك ها فكر بشغلات حلوة خليك ايجابي لانه اي اشي غير هيك ثق تماما انت عرضت نفسك لخطر كبير جدا وهو القرار المتسرع وهو النتيجة السلبية اللي بنخاف منها لا يا سيد العزيز ايجتك مهمة لا او وانا وشو بدي هاي اعملها وشو اسوي وانا ما بقدر اشتنهاي صورة سلبية عنك للمعلم صح ولا لا صح ولا لا لكن خذ التاسك خذ المهمة ان شاء الله خير حطها عجنب فكر فكر كيف تطلع من هذا المازق اما مش تتصادم مع المعلم مباشرة بالعمل وتقول له انا بشتغلش لا يا سيد العزيز انت هون خسران عشان هيك انا قاعد بقول لك اهدى خد نفس عميق عد للعشرة قبل ما تتكلم اي كلمة لانه في احيانا كلمات والله العظيم اثرها اقوى من الطلقة بقولك مرات في كلمة بتطلع زي رصاصة اذا طلعت الرصاصة بترجع يا جماعة والله ما بترجع صح والله ما بترجع وفي كلمات يا جماعة زي رصاصة في كلمات يا جماعة زي رصاصة طلعت ما بترجع عشان هيك أنا أقول لك إهدى وروق وعد للمليون خد نفس استوع بالشيء في عندك وقت آخر تقدر تعمل argument فيه ونقاف وجدال هذا تكنيك هذا تكنيك مهم تكنيك خطير إنك تحاول إيش تعمل هدوء وتضبط نفسك تضبط نفسك يا جماعة يا جماعة أكرر يا ريت الشات بالشات مش بالكيو أند أوكي هاي نقطة نقطة ثانية يا جماعة ركز على واجباتك الأساسية ركز على واجباتك الأساسية أحيانا بيجيك أمور وأعمال خلينا نقول عنها رتوش رتوش خارجية أنا بنظري هاي رتوش الخارجية إذا فيك تأجلها أجلها لسبب بسيط لأنه لأنه بكل بساطة بكل بساطة أنت لازم تركز على الشغلات الأساسية الميجر ثينغز اللي مطلوبة منك اللي رح تزأل عنها أحيانا في أمور ثانية زي ما بيحكوها كماليات مو شط أضيع وقت عليها فأنت عرف أهدافك الأساسية عرف أولوياتك حط هايك على جنب على قصاصة ورق بسيطة أعرف أنه اليوم مطلوب منك كذا وكذا 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 إلى آخر هذا اللي بأعمله حلو؟ بعدين حلو في الموضوع طرى في تكنيك معين بيعتمدون ناس لما يجي يشتغل بقول لك بحط سماعات على راسي بسكر الباب بركز بعملي حتى ما يجيش إشي يزعجني ها؟ حتى ما يجيش إشي يزعجني ركز على واجباتك الأساسية مش كل دقيقة تمسك للتليفون طمنا إما أنت أحيانا تمسك التليفون ما بتوعى على نفسك ولا أنت أصلك نص ساعة ساعة زمن عليه ولا لا ها؟ ولا لا شباب صحيح؟ أحيانا تمسك التليفون ما توعى على نفسك ولا أصلك ساعة طب لا أنا قاعد بسطل على واجبات الأساسية خلاص الآن في وقت معين وهذا جزء من تقسيم الوقت جماعة إذن أنت خصص وقتك شو؟ خصص وقتك نوم خصص وقتك دراسة خصص وقتك عمل خصص وقتك عائلة خصص وقتك تسلاي enjoyment entertainment بس قسم الوقت وحيانا فعلا مرات بتتمسك التليفون بتنسحارك ساعة ساعتين عليه طب هدون الساعتين عليه أنت مش كان بإمكانك تخلص مهمات أساسية هاي نقطة هاي نقطة مهمة جدا نلازم نكون يعني بصدد إلها أنه نعرف أنه أنا ما قسمت وقتي أنا ما قسمت وقتي طيب في ملاحظة بقول لك بعض أو ممكن إن كان هناك صفاء الذهن أقوى من الإبتعاد من المؤثرات يكون أفضل طيب صفاء الذهن أكيد بيعتمد على المنتلي أو المنتلتي تبعتك هل ظروفك النفسية جميلة جدا هل وضعك الاستماعي أوكي هل ما في عندك أي منقصات إذن أوكي أنت هون صافي وحقيقة يوسفني أقول لك أنه هذا الشيء نادر هاي الأيام ما في واحد مننا اللي يكون في رأسه سبع تلاف دوامي ولا لا يا جماعة صحيح؟ صحيح ولا لا يا جماعة تمام 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 أوكي هنيجي على نقطة جديدة جدا اللي هي موضوع ساعد زملائك الواقعين تحت الضغط سبحان الله أنا أؤمن بقضية كما تدين تدان شو رأيكم؟ ها؟ كما تدين تدان صح ولا الآن؟ لأنه باختصار لما تساعد صديقك اللي واجع تحت الضغط فق تماما أنه ممكن أنت بشكل عام يصير فيه عندك زي ما بحكوها مهارة في أنك تتفوق على أي عائق ممكن يجيك ليش؟ لأنه أحيانا زميلك اللي موجود الآن في ورطة أو زميلك الآن اللي مش قادر يطلع من الضغط هاي المعضل اللي هو فيها ممكن تيجيك بعدين أولا أولا عشان نتفق مع هذا الموضوع ممكن تتكرر نفس المشكلة فأنت أصبح عندك خبرة فيها سابقة فلما تيجي توقع معاك هاي المشكلة وانت حالها قبل هاي المرة تقنعني إنك مش راح تخلصها بسرعة؟ شو رايكم؟ ها؟ شو رايكم؟ أكيد ستتجاوزها أكيد إذا أصبح عندك خبرة سابقة أصبح عندك خبرة سابقة في الموضوع لأنها مرت عليك وطبعا أنت هون حافظت على هدوءك وأعصابك وركزت عمهمك الرئيسية بتقدر تخلص أمورك ممكن قبل الثانين طب خلصت أمورك قبل الثانين ساعد الناس بالإضافة إنه راح ييجي يوم تحتاج حدا من زملائك ويجي يساعدك صح ولا لا؟ والمساعدة على فكرة مش ممكن إنك أنت تيجي تساعده بالشغل طبعه ترى في شغلات بسيطة جدا لزميلي أنا ليكون واقع تحت الضغط ممكن أجي أقول له إنه بدك كاسة شاي أعمل لك فينزان قهوة ها؟ صح ولا لا؟ تيم وورك برافو تيم وورك صح؟ ممكن أنا عفكرة بشغلات كمالية مساعدة معنوية لو كلمة لو مثلا مراجد جنبو جبت له مثلا كرسي أفضل جبت له كاسة مي والكلمة الحلوة تفرق طبعا وبنهاية يا صاحبي كما تدين تدان كما تدين تدان تصدقني خلصت أمورها فيه أنانية في العمل فيه ناس بقولك أنا خلصت شغلي خلصت اللي علي خلص أنا مالي بغيري وتلاقي خويه متوهج ليش؟ طبعا أنت بك ما بتوقع بنفس الموقف وما رح يطلع عليك صح؟ أنواع المساعدة بشكل عام ما دي معنوية كثيرة جدا فباقتصار شديد هاي التصرفات البسيطة حقيقة رح تخليهم يشعروا بتحسن وبتخفف التوتر ونخف التوتر عليك نخف على غيرك كمان خف على غيرك صح ولا لأ؟ مظبوطة جماعة؟ متفقين يا جماعة معا ولا لأ؟ تمام 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 طيب نيجي على إشي جديد عن هاي هاي اللي هاي اللي ممكن نتزعل البعض ها؟ ابتعد عن الدراما ها؟ عارفين شو الدراما يا جماعة؟ ولا لأ؟ ها؟ عارفين شو الدراما؟ أحيانا والله في موظفين في أجواء عمل فيها أفورة بتلاقي مش راح يشتغل بتلاقي رايح على على معركة ومشاكل وأحزاب ولوبيات عمي ليش هاي الكلام؟ انت رايح تشتغل ولا رايح تفتح المشاكل؟ لا يا سيد العزيز لا لأنه انت طبعا يعني كل ما زاد تضغط عليك والمشاكل برافقها الدراما مشكلات ومش عارف إيش وأحزاب وفرق عمل أنا بشتغلش مع هاب وأنا بعملش لا 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 وإذا اشتغل هذا أنا بشتغل والعكس صحيح؟ لا انت كون واعي اتجنب هاي الامور لا تفت فيها انت رايح تشتغل ها؟ انت رايح تشتغل انت مش رايح تقعد تعمل أحزاب وشلالية حلو؟ دايما تكون إيجابي دايما تكون إيجابي تطلع على الأمر بشكل عام على أساس أنه تتجاوز عقبي كبير وتكون زي ما بحكوها ورقة رابحة قدام المعلم ترعك وهذا فرصة أنك تثبت أنك أنت إنسان قادر أنك تتحمل الضغط والطور حلو؟ وهذا كثير مواقف يعني حقيقة زي ما بتسموها أنت دراما أنا ليش أجي أعمل دراما؟ أنا رايح أشتغل مش رايح أعمل دراما أنا رايح أشتغل مش رايح أعمل دراما يا جماعة مسبوط للآن فهذا فرق هذول تجاهل تجاهل هذول الناس تجاهل ولك أنه موجود ولك أنه موجود نرجع على النقطة الأولى ركز على مهامك الأساسية هذول يا صاحب اللي بيهول الأمور طيق تماما أنه ما عنده سالف وبيحاول ما يشتغل المهم الموكوله إله بحجة للدراما بس بالنهاية أنت بمؤسسة وبشركة هاي المؤسسة والشركة بكل بساطة هدفها إنجاز المهمات بالطول بالعرض بدك تنجز المهمة بالطول بالعرض بدك تنجز المهمة هذا شيء إجباري عليك هذا شيء إجباري عليك فدائما وأبدا ابعد عن الناس ابعد عن الناس وأنا حقيقة بعض الأشخاص بالعمل يعني خليني أقولكم إياها من باب خبرة ونو أبعرف إذا بتتفقوا معي وإلا لأ خيروا الأمور أوسطها بمعنى إيش بمعنى علاقاتك بالعمل لازم تكون مدروسة معروفة علاقة عملية علاقة عملية يسودها الاحترام والتعاون أما إذا تحولت الأمور في العمل إلى علاقات شخصية سدقني راح تصير مشاكل كثيرة يعني بيكون بساطة من أجمل الأقوال التي تستحضر من الآن واحد من الأقوال بقولك أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون عدوك يوما ما وابغل عدوك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما وسطت يا جماعة القضية ما فيها بكل بساطة خير الأمور أوسطهم لا تبالغ بعلاقاتك لا تبالغ بردودك لا تبالغ في الأفورة تبعتك بكل بساطة خليك إنسان متزم إنسان علاقتك عملية يعني بكل بساطة عما اللي بقولنا إحنا الدورة مسجلة ورح تكون في القناة الدورة مسجلة رح تكون في القناة الدورة مسجلة ورح تكون في القناة رح أوريكم الأمور وين رح تنزل الدورة إن شاء الله تعالى فدائما وآبدا ركز على الهدف الأساسي من وجودك في العمل وابعد عن الكماليات والربش فينز هي اللي رح تخلق جوه الضغط عندك ساعة وبتكون عندكم الشهادات إن شاء الله يا جماعة أعيد الدورة رح يكون موجودة على القناة قناتي رح أعرض لكم إياها الشيء الثاني الشهادات إن شاء الله مع نهاية اليوم بتكون وصل عندكم بإذن الله تعالى طيب نشوف هنا نقطة جديدة جدا نقطة جديدة أهو كم واحد فيكم عنده هاي الصفة من دون خجل يحكي كم واحد عنده هاي الصفة أنا كانت عندي هاي الشهاد اسمعوا اسمعوا أنا كانت عندي هاي الشيء حقيقة جبت العيد فيها جبت العيد فيها لا 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 شوف اسمعوني اسمعوني ترى ما بتروح إلا على اللي بيستحو بيخجل عمرك ما بتتعلم عمرك ما بتتعلم عمرك ما بتتعلم إذا ما بتطلب المساعدة لأنه وفوقك كل دي علم عليم يا صديقي ما انت شو طالب تشحد عدم المؤاخذة بتقول لي ما أحب أطلب لا ليش ما تطلب عادي مش عيب عادي مش عيب يا رجل أنا أنا وعادي من كلمة أنا لما بحتاج بجيج على أخيها يا زملائي بحتاج أنا مش عارف عمل هيك ممكن كيف عمل كذا كيف عمل كذا لا استنقصت من قيمتي ولا شيء بالعكس أحسنت لا بتستنقص من قيمتك ولا شيء بالعكس أصلا هذا يدل على رقيك هذا يدل على إيش على إيش بدل على تواضعك ومن تواضع لله رفعه مين قال لك أنا عدم المؤاخذة يعني أني أنا بستنقص من نفسي لما أطلب مساعدة شو أنا طالب بفلوس ولا طالب شيء أنا طالب مساعدة في العمل وثق تماما هذا رح يكسر حاجز عند الشخص التاني هيطلب منك مساعدة ليه تعاملوا بفوقية وعليية ونضحك على بعض طيب أنت بكرة بتبين على ورق على حقيقتك إذا كنت ضعيف صح ولا لا يعني كابرت 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 لماتها أخرتك إيش أخرتك تنفضح مظبوط مظبوط لا لا جاوبوني شباب بنات جاوبوني بالضبط لا يا سيد العزيز لا يا سيد العزيز أسمع ويني شباب بنات مو عيب إنك تغلط مو عيب إنك تغلط اللي عيب إنك تكرر غلطك فبي أخي أول مرة أنا معرفتش وثاني مرة أنا معرفتش وثالث مرة أنا معرفتش طيب ليش يا صاحبي ما أنا إيش أطلب من أول مرة وأتعلم بعدها بصير عارف ممتازين أنا مستمتع جدا على فكرة بالورشة وبالحضور الرائع التفاعل اللي بجنن هذا التفاعل الجميل تبارك الله سعيد جدا بكم المجلس الطلابي ونادي الكلية سعيدين بكم طيب بكرر طبعا شكري لكم لحضوركم الراقي جدا العدد الجميل تبارك الله بكرر شكري واعتزاز واحترام إلى سعادة الدكتورة فتح فرماوي مشرف النادي الكلية بكرر شكري واعتزاز إلى سعادة الدكتورة مريم السعيد المشرف على المجلس الطلابي النجاح الدور هذا بيحضوركم وبتعاون الزملاء بارك الله فيه طيب الآن نلعب تكنيك ثانية بسيط جدا خذ الزبدة شهادات معتمدة ورسمية وراح تجيكم إن شاء الله من نهاية اليوم بإذن الله تعالى طيب جزء من جزء من مسؤولياتك إنك تحاول تطلع من المآذق إنك تترددش في طلب العون واطلب المساعدة لأنها راح تنطلب منك مباشرة هذا بدل عايش على مدى رقيك وقدرتك على التفاعل والتفاعل مع الناس خلال الأوقات الصعبية جماع وهذا على فكرة بزيد من ثقة أرباب العمل فيك طيب نيجي لهون اقنعوني إنه هاي طريقة صحيحة أنا من الآن بقول لك لا صح؟ ما أقدر والله ما أقدر ما أقدر والله والله ما أقدر ها؟ حدا يقدر يبعد عنها؟ والله ما أقدر مستحيل إذا كانت قهوة تركية كمان ما رأيكم؟ ها ولا لا؟ يعني أنا حقيقة دقيقة دقيقة شوية دقيقة ما شاء الله الشات تفجر عندي أنا الصبحيات لا يمكن أقدر أن أعطي زي ما بحكوها محاضرة من دون ما أشرب القهوة حقي لكن ابتعد عن الكافيين هون أنا شو بقصد فيها؟ يا سيدي أشرب لك فنجانك الصبح؟ ياخي في ناس بصحب يشرب لي 7000 فنجان لا مش هيك لا مش هيك ها؟ مو كل شوي بعدين بصير فيها شوي تدرامو هون إنه على أساس إن أنا شريب قهوة ومش عارف إيش وما بعيش ولا بقدر أتكلم معاك لا 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 مش لهالدرجة هذا صار فيلم هندي عندي ها؟ صار فيلم هندي لا أوكي خيروا الأمور أوسطها وأحيانا هاي الأمور إذا زادت على فكرة في ناس يعني زي ما بحكوها بصير عنده رفليكشن بعد رفليكشن عليه بيكون بصير الرزج أنا في فترة من التدرات أدمنت القهوة بشكل غير معقول شو ترتب عليها؟ صار جسم يرد لا إنت أشرب قهوة أوكي بش يعني بقدر بسيط بقدر بسيط يعني لأنه القهوة راح تخلي وجهك زي اللي بالكاسة هيك شباب طيب طبعا يعني هو دايما ينظر إلها إلى أنها الصديق الأمثل وقت الضغط وبتحفز الدماغ ومش عارب إيش ماشي بس حقيقة الكافيين لما بيخليك أكثر تيقظ وإنت أصلا لازم تنام تعال يعني أعطيكم مثال أعطيكم مثال مثال أنا صار معي بتجرب شخصية وأنا مسافر على الأردن بالسيارة في رفحة في رفحة طبعا شربت في الدمام جهوة في نعرية جهوة حفر الباطن جهوة برفحة جهوة بعرعر بعرعر يا رجل صرت أشوف الشارع قدامي إيش أشوف الشارع قدامي زي الأنهار ووديان وبحور وحيتان طالعة وشجر بنزل عليه ليه أشرب جهوة كمان عشان أضل أصحى لا طبعا خلاص روح نام الشيء انزاد عن حده قالب ضده صح ولا لا يا جماعة مظبوط خلاص الجسمك يصير يرفض جسمك يصير يرفض طبعا بزداد عندك الشعور بالتوتر وبالضغط وراح تفشل في الغالب في التعامل مع هذا الموقف وقولك الكاسو الخامسة والساتسة ما بينفع عم يشرب مي اشرب أعشاب هاي الأمور اللي قعد تعمل تنظب جسمك أصلا من الكافيين ومن السكريات والأمور والدهول هاي كلها تفتعطي باد انديكيشن إذا انت استمرت على منوال القهوة استخدم هاي الشغلات ووضعك بصير غير وصدقني بصير التوتر عندك مش معقول بالنسبة للكافيين طيب في أحنا من النوم خليها تنام خليها تنام طيب خذ استراحات مناسبة هون أنا بتكلم لك يا سيدي عن البريكس يعني الآن أنا بعطيك الدورة عم بعمل معك والساة العمل الآن طرح أنا دقيقة واقف ودقيقة قاعد دقيقة بمشي بالغرفة ودقيقة برجع لأنه حقيقة في أوقات الضغط إنك تأخذ استراحة يعني تعملك هيك زي الريست أو الريستارت صحيح؟ حتى لو لو بلعب دقائق ها؟ امشي بالمكتب روح على مكتب خويك روح سوي كاسة شاي ارجع جملك كاسة مية غير كرسي تبعك اعمل هيك حركة قوم امشي أقعد امشي أقعد تحرك في المكتب شغلات هيكة بتحس إنها بتعمل وقف على الشباك وقف على الشباك صح؟ هاي الشغلات البسيطة رح تعطيك زي ما بحكوها باور إنك تكمل باور إنك تكمل طيب جينا للكلام الحلو جينا للكلام الحلو استغل إجازتك أو إجازاتك طبعا أكيد بعض الأوقات بتقدر تأخذ إجازة طارئة زي المرض بس إحنا ما بنتكلم عنه إحنا بنتكلم مثلا عن الإجازة السنوية صدقني الإجازة السنوية بتعمل عندك رفرش خرافي يا جماعة أنا مثلا بداوم بالسعودية طول السنة بشهر ستي بروح على أردن شهرين بروح بعمل رفرش والستارت وفورمات وبغير الهارد ديسك طبعا موخي وبرجع بس بكل بساطة لأنه حقيقة الضغط كله بروح بتجدد نفسك بترجع بروتين جديد بثقة جديدة بنفسية جديدة بترجع على الرغبة في العمل بتشتاق عامل الاشتياق مهم جدا فإنت استغل موضوع الإجازات استغل موضوع الإجازات هذا كلام إيش؟ كلام أساسي يا جماعة لازم إيش؟ لازم تعتمدوه لازم تعتمدوه استغل إجازتك صح طلاب إنتوا وين بتروحوا بالصيف؟ إنتوا وين بتروحوا؟ قولي شبر النامجة وين بتروحوا؟ إطلاح أيرجوا قبل ما تيجي السنة الجديدة حتى تقدر تفوت في في موت جميل في نفسية حلوة طيب خذ بريك من الدورات إنت بالإجازة إنت بالإجازة بدك تحضر للدورات عمل رفرش واخد دورات أوكي بس أعمل رفرش لنفسك هذا شيء برجعك أو زي ما بحكوها راجع بقالب جديد جداً حلو أم الدنيا الله عليك الله عليك أم الدنيا وما أدرك ما أم الدنيا أروح آخر الشارع وارجع آه كويس طيب انخرط في مشاريع الشركة الكبرى طب أنا بدي أسأل سؤال موضوع أنك تنخرط في مشاريع الشركة الكبرى هل هذا مغامرة شو إجابياته شو سلبياته من يقدر يقول ليه من يقدر يقول ليه تمام تمام لا لا أنا حطيت ميوت أنا حطيت ميوت يعني بكل بساطة أحياناً هاي المشاريع القسم السلبي أو الشيء السلبي أنك تيجي تحتدر عنها بحجة أنه ما عندك يش وقت كافي من هالكلام مش حلو بالموضوع هاي المسئوليات الجديدة صحيح فيها مغامرة لكن ممكن تبني عندك شخصية وقدرة غريبة جداً وخبرة لا توصف بالمجال دايماً وأبداً خليك تكسبل مش ترفض دايماً بالعكس يا رجل أنت أصلاً لو لا ما وثقوا فيك بيترحوا عليك أنك تدخل معهم بهذا المجال جاوبوني سؤال ها لو أنه ها ها أحياناً ينضاف إليك بالسي في إنك اشتغلت بالمشروع الفلاني مش بالشركة الفلانية إنك كنت بارت من المشروع الفلاني وهذا شيء جبار هذا شيء كبير جداً إنك تكون بارت من مشروع كبير جداً أولاً خبرة ثانياً لا توصف ثالثاً زي ما بيحكوها أنت بيزيد ثقةه بنفسه وبزيد ثقة أصحاب العمل فيه صح؟ أصحاب العمل وهذا ممكن يؤدي لبروموشن ترقية مكافأة لآخره فالموضوع بإيدك أنت ممكن تلعب بتكنيك أفضل من هذا الموضوع تمام؟ هلأ النقطة اللي بدي أتزعل أنا وياكم عليها ونتزعل مع بعض هاي هي النقطة لا تظهر توترك أمام الآخرين جماعة ما حدش يكتب على الـ QA ما بعرف ما حدش يكتب على الـ QA يا جماعة على الشات على الشات الله يرضى عليكم على الشات لا تظهر توترك أمام الآخرين حقيقة الشيء اللي ما بتعرفوه أنه في ناس يدفعوا المصاري والمصاري والفلوس لأجل يشوفوك متوتر في ناس مستعدة تدفع كل ما تملك حتى أنك تشوفك متوتر طيب أنت ليش تحقق لها ليش تحقق لها بسيطة بسيطة أنا بوريك أنا بقول لك كيف أنا بقول لك كيف تتجنب هاي اللقطة اسمع خذوها نصيحة مني أكبر تحدي أن تبتسم والجميع ينتظر منك البكاء أنت هيك تكتلهم أنت هيك تكتلهم بدك تبكي روح أبكي لحالك بدك تأفقف بدك تتعيط بدك تغير وجهك فوت على الحمام فوت على أي مكان آخر قوع قدام زملائك قوع تبين ضعفك قدام الزملاء والناس راح تظل وصمة عار عليك إلى يوم الدين فاهمين كلامي لا 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 دربالك أحيانا في أخطاء قاتلة ما بتمحها وفي طباع لا يمكن طباع لا يمكن تتغير يا ابن الحلال طلع الصورة اللي قدامك معبرة اثنين واحد بسلك وبهز دنب واحد عامل لي فيها إيش أنه شغيل صح؟ والمديرة ولا هون ها؟ والمديرة ولا كأنه هون صح؟ ولا لا؟ بالنهاية بكل بساطة اتعلم كيف تمتص الأمور وتعلم كيف دائما تعمل كنترول على أعصابك وتعمل كنترول على مشاعرك وتضعفش وهذا الحكي بيجي دائما بالممارسة والتدرب بالممارسة والتدرب والهدوء أما إذا الناس أخذت عنك انطباع أنك متوتر أما الناس إذا انطباع متوتر مصيبة مصيبة خلاص وص متعار فيك فشو الحل؟ شو الحل؟ أهدى؟ أروج؟ أعطيك ببساطة؟ يا خي مثل مثل عادي أنا سامح لك بقول لك مثل خر الرياكشن تبعك تمثيل ولا أنه يبين حقيقتك في الضعف صدقني إذا بيّنت حقيقتك في الضعف ارتبطت في شخصيتك إلى يوم الدين متفقين معي ولا لا جماعة؟ تمام تمام تبارك الله تمام تبارك الله تمام تبارك الله طيب نيجي على شيء أهم ما هي حكينا عنها إذن ما عليك إلا أن تسوى تغير وجهة نظرك تجاه باخت العمل وتنظر بطريقة إيجابية كون هم ثقيل استهيل عليك التخلص منه بمعنى إيش؟ بمعنى إيش؟ مثل يا سيد العزيز اضعف في مكان آخر اضعف في مكان آخر مثل قدر الإمكان ما حدا بتطلع عليك بس جامل بس مش دائما في الموقف اللي مضطر الجامل فيه حتى تطلع من النقطة اللي أنت فيها حلو هنيجي هون أبا تتبع المدة التي تخضيها في أداء مهماتك أحيانا تجيك مهمة مقسمة لأجزاء كلكم بروح بدب فيها بجنون وبعلك بفقرة من الفقرات وبيأخذ عليها إيش؟ أكبر وقت ممكن وبضيع الوقت وهو عند النقطة الثانية ترى هذا بصير فيكم طلابي وطالباتي بالامتحان ابتعلك بسؤال بتظلك فيه وبتترك باقي الأسئلة ووقت الامتحان خلص صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ لا يا سيد العزيز غلطانين لا يا ابو يلا لا 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 بكل بساطة time management time management عشان هيك صرنا نعمل بالاختبارات شغلة نكتب لك جمسو كل سؤال إنه هذا كم من الوقت المسموح إلوه وهذا كم من الوقت المسموح إلوه وهذا كم من الوقت المسموح إلوه لا يا سيد العزيز خلاص قسم وقتك وعرف في كل مهمة وعرف في كل مهمة كديش انت ممكن تقود عليها عسان تنجز اكبر قدر ممكن من المهام باقصر وقت اما مش تعلق ان مهمة واحدة يوضيع الوقت كلياتها يعني تشطل المهمة بساعة ولا تشطل عشر مهمات بساعة ها ولا لا كم الهائل من المهام افضل كم الهائل من المهام افضل تمام هنيجي استراحة منتظمة قد يبلغ كل امر غير منطقي لكن الاستراحات اكثر بتخليك انتاجة ايه اكبر بتاخد تركيز اكثر بصير اداءك افضل بينعكس على آليات عمل خد استراحة واستغل ساعات هذا بيخلي عندك طاقة جميلة جدا في عندي اكمل نقطة حابعطيكم اياها بكل بساطة ضع مواعيد نهائية بسمون له deadline deadline حتى تعرف اساسك اساسك من رأسك لوين هذا الشيء بيفيد حتى تعرف انه في الوقت الفلاني انا لازم انجز في الوقت الفلاني انا لازم انجز هذا الشيء جميل هذا الشيء بيساعد على انه يكون عندك زي ما بيحكوها تقسيم للوقت وبمكنك من انك تتخلص من عامل التوتر والضغط الى اخر التي عندي كمان شغلة حلوة اتبع قاعدة الدقيقتين اسمع قاعدة الدقيقتين اللي هي عبارة عن two minutes rule بقولك رائد الاعمال ستيف أولينسكي هذا استخدم قاعدة الدقيقتين لتحقق اكبر فائدة ممكنة من فترات الفراغ ويمكنك تطبيق هذه القاعدة كماني ابحث عن مهمة او عمل يمكنك انهاءه بدقيقتين او اقل وانجزه على الفور قد يكون ذلك طباعة ملف او تسليمه او رسال بريد او غيره يؤكد ستيف ان انجاز مثل هذه المما يستغرق وقت اقل تحتاج اليه في حال اتجلتها بمعنى ايش بمعنى في بعض المهام بتاخد دقيقتين او اقل اخلص منها ليس تأتجلها اخلص منها واشطلها بعدين بتروح بتشوف الشيكليس تبعتك بتلاقي نفسك والله عمل 10-15 مهمة من ابو الدقيقتين واجل ليش لانه نفسيا رح تشوف نفسك انك اجزت والله ما هو بسيط وبسيط 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 اوبا توتل بطلع حوالي 10-15 عمليين تعمل صح صح ولي لا ها بالزبط بالزبط فانت الشغلات البسيطة ليش ليش الشغلات بسيطة تأجلها اشطل على مبدأ الدقيقتين اشطل على مبدأ الدقيقتين الاجتماعات السريعة اه في ناس بتحب له بروباجندا فبتقولك بعمل اجتماع في قاعة المؤتمر مش عارف ايش وتجهيزات وتجهيزات المدير الناجح والموظف الناجح لما بدي يعمل اجتماعات بروح على اماكن موظفينه على اساس ما يعطلش الشغل وهو واقف معهم دقيقتين ثلاثة بعمل اجتماع بشوف شو الوضع وبيخلص صح؟ بسموها بسموها ليش عمل بروباجندا واجيب مش عارف ايش واجيب قاعة وعدد وامور لا 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 الموضوع ابسط من هيك الموضوع ابسط من هيك وخلاص وصلنا الله وبارك هذا كله يخفه من ضغط العمل لانك حتى لما تيجي واحد حتى لا يتم تعطيل الانتاج ثانيا وانت بدص الشغل ييجي المدير يقول فيه اجتماع الآن شو بصير فيكم؟ بالله عليكم شو بصير بيكم؟ نفسيا نفسيا بتخافوا تتوتروا لا يا سيد العزيز انزل تحت انت لحالك وشوف نهم مشغيل احكي لك كلمتين وخلاص احكي لك كلمتين وخلاص وصل الله وبارك اوقات فراغك استقلها بشكل صحيح بدل ما تلعب على جوالك بدل ما تلعب على كدر رد على بعض الايميلات رد على بعض الرسائل اسمك انجزت اسمك انجزت ودائما وابدا لا تبحث عن الكمال الكمال لله سبحانه وتعالى وما تزعل انه انت ممكن ما قديتش المهمة 100% قديتها 90% طب غيرك ما قداش على اقل قدي قدر الامكان اليوم 90% بكنا 95% بعده 98% بعده 98% بعده 98% عارفتش الموضوع بعده 98% هذا اللي بصير فانت قدر الامكان انجز as much as you can لكن ما تحاول تدقل وضيع حالك حتى تتصل للكمال ما بينفع ما بينفع عندنا كمان مارس الرياضة يا شماعة العقل السليم في الجسم السليم بيحكوها ولا العكس ها العقل السليم في الجسم السليم ولا العكس بيحكوها والله ما أنا أبعرف طرح احنا كطلاب يعني عندنا عندنا بالجامعة انا اغلبكم طلاب جامعة عندنا بالجامعة طرح جيم مرعب جيم بيخوف عندك مسحة مسبح عندك ملاعب عندك رياضة انزل امشي انزل روح امشي الرياضة يا رجل بتغير معالم حياتك وصحتك ونفسك وعقلك وكل كيانك لو عملت انت ساعة يوميا الرياضة مش ساعة يوميا الرياضة مش خسران صدقني جسمك بتتنشط وحياتك بتتنشط كل شي فيك بتتنشط هنشوف كمان في عنا موضوع لا تسمح للظروف الخارجية بتحكم فيك يا الله هاي النقطة شو اني بزعل على بعض الطلاب اللي بيجيني على القاعة وبكوني حرام صافن ومتذائق او بالامتحان صافن ومتذائق عنده ظروفه عنده مشاكله ياريت لو يقدر الواحد يفصل العالم الخارجي عن عالم حياته خاصة او دراسته او عمله لانه لانه صدقني انت اليك طاقة معينة ما بديك تنهار ما بديك تنهار ابعد عن التليفون اذا بتعبك ابعد عن المساجات اذا بتعبك ابعد عن الرفاق السوق اذا بتعبوك ابعد عن اي شيء ممكن يأثر عليك يا سيدي هي مش صعبة هي حط في بالك حط في بالك شيء بسيط جدا رفاق السوق ابعد عنهم واحد من من معارفك مجننك ومدائقة ويجيب لك طاقة سلبية انا خسرت نصص اصحابي من وراها الموضوع لانه بطلت اتحمد صرت ابعد عنهم صرت اشوف حالي احسن والباب اللي بيجيك منه الريح شو سدوش تريح بس هاي القصة وما فيها يا جماع هاي القصة وما فيها عنا اطفق جميع المنبهات الاجهزة الالكترونية الشرائح الى اخره الايباد حلو يكون عندك زي ما بيحكوها الله ولمصلى على سيدنا محمد زي ما بيحكوها مكان اللي انت بتستل فيه حلو احيانا بعض الموظفين بيعجيب نمودهم ومخهم بتلكي حاطهم راية حاط له الوان حاط له شكال حلوة صورة ابنه صورة بنته صورة بنتها صورة ابنها ورد ما ورد بيعمل بيئة حلوة هاي البيئة اللي حواليك بتخليه تنجز خلي نفسيتك حلوة بتعامل مع الناس وبتخلي نفسيتك حلوة بتعاوم مع الاخرين والتعامل مع المواقف الصعبة يعني اعمل ديكوريشن حلوة لك سواء في البيت سواء في الشغل سواء في اي مكان يا جماعة طبعا تخلص من المقاطعات لانه احيانا بالشغل بيجيك لصاحبك وانت بتشطل في المهمة بيقعد يحتي معاك ساعة طيب اذا هو فاضي انت مش فاضي واللي بيزعل منك يزعل منك بموما صلحتك انت مش شرط انه يعطلك يا جماعة مش شرط انه يعطلك صح ولا لا يا جماعة مظبوط مظبوط يا جماعة ولا لا طيب انا اسمحولي اوريكم شيء بسيط جدا اا طبعا طبعا جماعة انا اخوكم محمد زيتاوي وهذه قناتي هذه قناتي على اليوتيوب طبعا بيشرفني انكم تشتركوا معي فيها بيشرفني انكم تشتركوا معي فيها قناتي زيتاوتك المحاضرة راح تكون موجودة في القناة ان شاء الله تعالى راح تنزل المحاضرة راح تلاقوها هون ان شاء الله القناة فيها العديد من المهارات والدورات في مختلف القطاعات اه اه اتمنى انه اه طرحنا عليكم موضوع مهم اتمنى انه قدمنا بعض النصائح اللي ممكن تشتركواها اه مناسبة وفائدي لكم اه اه وان شاء الله تعالى تقريبا احنا عنا كل اربعاء تقريبا ورشة عمل مقدمة من المجلس الطلابي ونادي الكلية اه باشراف ساعة الدكتورة مريم سعيد والدكتور فاتح فرماوي اه كل من سجل في المحاضرة اه راح يجي الشهادة على الايميل في نهاية اليوم ان شاء الله تعالى اه اتمنى منكم اتابعوا حساب المجلس الطلابي على تويتر حساب المجلس الطلابي على تويتر حقيقة من الحسابات النشطة والفعالة اللي فيها الكثير من المعلومات اللي انتم راح تسعوا عليها اه بكرر هذه قناتي يا جماعة بشرفني انكم اه تسجلوا فيها وتشتركوا فيها لمتابعة اي جديد رابط التحضير هو الرابط اللي سجلت فيه انت ان شاء الله راح تجيكم شهادكم كل من سجل راح تتيش شهادة شكرا لكم على حضوركم المميز شكرا لكم اه حقيقة انتم السبب اه في جعل زي ما بحكوها اه الورشي ناجحة خلوني اوريكم صفحة التويتر اه المجلس الطلابي تويتر المجلس الطلابي اه عشان تعرفوا اه انكم تابعوا لانه حساب مميز هذا المجلس الطلابي في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع هون اغلب اعلاناتنا يا جماعة راح تكون عن الدورات عن الفعاليات اللي بيقوموا فيها المجلس الطلابي ونادي الكلية طبعا وحدة واحدة و اه برجع هذه قناتي بشاركة تشتركوا فيها حيكون عليها الكثير من الامور الله يعطيكم العافية شاكر وممتن ومقدر لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة